اشتركوا في القناة لانه في عنا انتقال للقمر والان موعد بث الحلقة القمر موجود في برج السرطان وراءوا فيه خلوم مسار عنا وبعدين انتقال لبرج الاسد ذكرناه في حلقة الامس ولكن اليوم رح نركز عليه اكثر فاكثر القمر الان موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وستة واربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الاربعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح القمر الان موعد بث الحلقة اللي هو الساعة ثنتين بتوقيت جرينيش ما زال موجود في برج السرطان وعندنا زاوية رح تتشكل كما بعد قليل طبعا تأثيراتها هي من ساعات الظهر هي زاوية التزديس الايجابية بين القمر وبين الشمس اللي رح تكون ذروة هذا الاتصال الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش يعني بعد بث الحلقة تقريبا بساعتين بتشكل الاتصال هان هذا الاتصال بيستمر لغاية ساعات منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا يعني بعد ساعتين من بث الحلقة اللي هو احنا من بثها زي ما حكينا الساعة ثنتين بتوقيت جرينيش الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيش عصرا بيصير عنا خلو المسار وبيستمر خلو المسار حتى الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء من مساء الليل اللي هي الثلاثاء موعد بث الحلقة لا ينتقد القمر بعدها لبرج الاسد يعني ساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش القمر بصير في برج الاسد ماشي يعني بتوقيت الاردن الساعة احداش وسبعة وثلاثين دقيقة مساء يعني قبل منتصف الليل بعشرين دقيقة بتوقيت الاردن هذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعة اربعة والساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيش بيعنا فترة خلو مسار هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اوكي الان الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش زي ما حكينا القمر بصير في الاسد عشان هيك توقعاتنا اليوم رح نحكي كأنه القمر انتقل لبرج الاسد ومنكمل يوم الاربعاء بالكامل لكن حبيت انبه ونوه للنقطة هاي عشان الكل يكون عارف انه هاي يعني اشي دقيق مش اشي بس مجرد كلام عشان تتنبهوا من بعض الامور ما رح نرجع نعيد طبعا الضغط مازال موجود على برج الاسد لغاية الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة كل ما اقتربنا لهذا الوقت ببلش الضغط يخف على موليد برج الاسد بعدين بتصير الامور ممتازة موليد برج العدراء هم اللي بيلشوا يشعروا بالتعب والامور مش ماشي معهم بالشكل الصحيح الان القمر بما انه رح ينتقل على برج الاسد معناته احنا رح ندخل على فترة بيكون الناس فيها من حولنا اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين الماديتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اليوم رح تبدأ تأثيراتها اللي هي زاوية الاقتران الايجابية ما بين الشمس وبين عطارد وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم واحد وعشرين تسعة لغاية يوم خمس وعشرين تسعة ذروتها يوم ثلاث وعشرين تسعة ساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعادة لما بصير اي اتصال ما بين الشمس وبين عطارد ايجابي بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها بالسابق وبزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية بما انه عطارد بيتراجع وبما انه الشمس برضو في مكان مش قوي بالنسبة لالها معناته هاي رح تصيب اشخاص قليلين من الابراج اللي رح يستفيدوا من هاي الزاوية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهاي حكينا انه تأثيراتها لغاية اليوم اخر يوم لالها اليوم واحد وعشرين تسعة طبعا هاي اللي بتهيئ للبدء او الفرص للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول اكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي برضو حكينا تأثيراتها لغاية يوم اثنين وعشرين تسعة هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا والسعي نحوها كمان بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بما ان عطارده بين المشتري وطبعا تأثيراتها برضو اليوم اخر يوم لالهل وواحد وعشرين واحد وعشرين تسعة اخر يوم لالها هاي الزاوية بتهدد بالقلق النفسي وبيزيد منها للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن انها اتعرضنا لمشاكل مع العدالة اهم اشي بالفترة هي تجنب توقيع الوثائق المهمة وما نقوم بأي استثمار او مضاربات مالية ممكن انها تنتهي بدعاوى قانونية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزاوية البطيئة وهي زاوية التربيع السلبية اللي ما بين زحل وما بين اورانوس وحكينا هاي تأثيراتها لغاية 16-11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في الحكومة احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد وبالدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل مع القمر فاليوم عنا زاويتين والزاويتين ايجابيات الزاوية الاولى هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون ذروتها الساعة واحدة 56 دقيقة فجرا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من الان تقريبا هي بلشت تأثيراتها ولكن من ساعات تقريبا ما بعد منتصف الليل اللي هي عند انتقال القمر بتبلش تأثيراتها وبتستمر لغاية ساعات الظاهرة نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون ذروتها الساعة 351 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات العصر فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني او عمل اشياء بنساعد فيها اللي حولينا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية طبعا عندنا القلب الشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدولة الاكثر حساسية واللي لازم نبعد عن العمليات الجراحية لالها الا اذا كانت اضطرارية طبعا بجوز مراجعة الطبيب لا الها واخذ علاجات لا الها او مراجعات دورية او عمل فحصات دورية ولكن كجراحة هاي الاعضاء اكثر حساسية خلال هذا اليوم بالنسبة للعمليات الاخرى طبعا لباقي اعضاء الجسم ما فيه اي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل اللي هي الجراحية ولكن الحق ان تنظيف بشرة الامور هاي ما فيه اي مشكلة يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن لا يصلح للقص العلادي بالنسبة للقمر بما انه رح يستقر في برج الاسد معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس اثنين وعشرين تسعة رح يبدأ خلو المسار في تمام الساعة احداش وست دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش رح يستمر حتى صباح يوم الجمع ثلاث وعشرين تسعة الساعة سبعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج العذرة اما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحسار الهلال عمره خمس وعشرين يوم في تمام الساعة 11 و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح ست وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير عشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاث وعشرين تسعة هي الان سعيدة بنسبة ستين في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية القمر في السرطان الان موعد بث الحلقة وبعد منتصف الليل بيصير في الاسد بيصير طبعا رح يضل في برج الاسد لغاية يوم ثلاث وعشرين تسعة طبعا السعودة رح تقل تدريجيا خلال هذا النهار يعني الان هو سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية في ساعات بعد ساعة من منتصف الليل بتوقيت الجرينيتش بتصير ستين في المية في ساعات الظهيرة بتنزل لخمس واربعين في المية ساعات العصر بتنزل لخمسة عش في المية وفي ساعات المساء بتنزل بتصير بدل سعيدة منتحسة بنسبة خمس وعشرين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثلاث وعشرين تسعة بعدين بده يرجع للعذراء ويكمل تراجعه يعني تأثيرات التراجع هاي رح تستمر لغاية خمسة عشرة هو منتحس بنسبة خمسة وستين في المية اليوم الزهرة في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين تسعة منتحسة بنسبة عشرة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمستاش في المية طبعا يوم ثلاثين عشرة رح يبدأ عملية التراجع المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة بعدين بده يرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة خمسة عش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة بعدين بينهي عملية التراجع منتحس بنسبة أربعين في المية أورا نصف الثورة بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد طبعا بعدين بينهي عملية التراجع بيكمل سيره للأمام في برج الثور منتحس بنسبة عشرة في المية نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم لأن القمر صار موجود في البيت الخامس يعني رح تدعمكم العاطفة والحظوظ الترفيه التجميل الأمور التي لها علاقة بالمظهر العام وممارسة هواية هاي فترة مثمرة وإيجابية تستعيد فيها إشراقتك تسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك اليوم المبادرة بأمور إلها علاقة بالتقرب أو المصالحة مع الحبيب الجو مناسب لا التقرب والمغازلة المصالحة لتكرار المحاولات أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن بزاوية تربيع صار مع برجكم يعني بالبيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة والأهل فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات منزلية أو ترتيبات مشتريات واجبات اجتماعية أهم شيء ما تفقدوا الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلقوا بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن رح ينتقل للبيت الثالث يعني بيت النشاط والحركة والاتصالات والتنقلات فرح تكثر عندكم هاي الأمور بشكل واضح تماما منكم أشخاص ممكن اليوم يخرجوا في نزهة قصيرة أو يكون لهم تنقلات ما بين المدن أو كثير من النشاطات بيكون لكم برضو نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن اليوم تحصلوا على فرصة جديدة لتفسير مشاعركم وبتبرير مواقفكم ورح تنشطوا بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر رح ينتقل لبيت المال يعني اليوم رح يكون في فرص العلاقة بمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي مستردات هبات دعم يعني أجواء جيدة على المستوى المالي مع هيك بدكم تحذروا من أي قطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثميلة لأنه بتميلوا لعملية التبذير في هذا اليوم ممكن تعلجوا استحقاق مالي فواتير دفعات أهم شيء أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل ابتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنكم تتفائلوا وتشحنوا حالكم بطاقة إيجابية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل اللي هي منتصف ليل الثلاثة على الأرمعة ما زالت الأجواء ضاغطة ولكن كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل الأجواء بتصير إيجابية أكثر لأنه القمر رح ينتقل لعندكم وطيلة النهار موجود عندكم فرح تبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم كنت تتحلوا بالحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا الآن بلش الضغط يصير والطاقة بلشت تنزل عندما أوليد برج العذراء لأنه القمر بيقترب لبرج الأسد أو رح ينتقل لبرج الأسد فبتجدوا أن التعب بدأ يسيطر عليكم وطيلة النهار رح تشعروا في هذا الأمر لغاية صباح يوم الجمعة فحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا من تأثير أو سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك بتكون تحذروا من البدء بأي شيء جديد وحاولوا أنكم ما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط وحاولوا أنكم تنظموا أموركم واتضعفوا مجهوداتكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء اليوم نشاط عالي جداً بالعلاقات الاجتماعية منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أو ملقاء أو اتصال من بعض الأصدقاء حاولوا أنكم تطلب المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء الجيران أهم شيء أنه اليوم ما تبقوا وحدين حاولوا أنكم تخرجوا للقاء الناس لأنه معظم المكاسب رح تكون من علاقاتكم الاجتماعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً التركيز كله رح يكون الاهتمام والمحافظة على سمعتكم ومصالحكم في مجال العمل لأن القمر الآن بشكل زاوية تربيع في مكانه فهو بشكل نوع من أنواع الامتحان لموليد برج العقرب ونوع من أنواع الضغوط هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بقدموا طلبات أو مقابلات إلها علاقة بالعمل ولكن بتقدموا أفضل ما عندكم لعلكوا تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منكم تكونوا على قدر المسؤولية لأنها فترة صعبة فعشان هيك ما في داعي للمجازفة والمغامرة ومخالفة القوانين وتشويه السمعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا بالتنقلات بالاتصالات بالسفريات بالامتحانات بأمور إلها علاقة بالدراسة والأوراق والمعاملات القانونية وأيضا الأمور اللي إلها علاقة بالسفر بتنشطوا في السفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب أو ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء رح يدعمك بشكل قوي أهم شيء أنك تعزز علاقاتك الاجتماعية اليوم والعائلية لأنها هي فترة مثمرة على جميع الأصعدي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة يعني الأموال اللي معك شريك فيها اللي هو مثل بنك، ضريبة، تأمين، شريك المال، مال الزوجة، الزوج هذه كلها اللي رح تركز عليها اليوم اليوم رح تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة يعني بدك تتفقد بنود العقود بشكل جيد اليوم ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاولوا تساروا على تقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو حقوق لإلكم بتطالبوا فيها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الآن بدأ بمراحل المقابلة وعادة لما القمر بصير مقابل أي برج بتنزل طاقة هذا البرج يعني بصير طاقته ضعيفة فاليوم التركيز الإيجابي أنكوا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية وبصير في نوع من أنواع التقارب في وجهات النظر لأنه أول إشي القمر بحالة سعيدة بظل هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني يعني الأشخاص الطرف الآخر هو اللي ممكن تستفيد منه اليوم بأعمالك أو إنجاز أعمالك أي شخص بساعدك في هذا الموضوع أهم شيء أنت اليوم لأن طاقتك ضعيفة لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال علجوا التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن انتقل للبيت السادس يعني بدأ التركيز أول إشي طاقتك ضعيفة وفي نفس اللحظة بلشت فترة الضغط فبدك تنتبه خلال فترة الأسبوع هذا من الضغوط اللي أنت راح تعاني منها وخصوصا اللي هي فترة الخمس أيام من هذا الأسبوع الآن هذا اليوم التركيز كله راح يكون على العمل راح يبدأ العمل بالتراكم تدريجيا حاولوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك برضو بدكوا تنتبهوا لغذائكم تنتبهوا لراحتكم تنتبهوا لصحتكم حاولوا أنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم يعني بمعنى آخر ما تحاول تنجز أكثر من عمل بنفس الوقت انجز الأعمال الضرورية وبعدين انتقل للي بعده وما تقصر بأعمالك عشان ما تتراكم الأعمال وتصير بدك تعمل وقت إضافي كون أكثر تنظيما احسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العداوات وحاول أنك ما تهمل وضعك الصحي إذا شعرت بشيء راجع طبيبك وخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر